السلام عليكم. سالفول يا جماعة عاملين ايه? يا رب الناس كلها تكون بخير وسحة وسلامة. اه طبعا احنا كل فيديو زي ما معودينكم ان احنا بنصور فيديوهات اي حد يجيبه اي حاجة من الموجود ده هياخد سكرينشوت وهيبعد الرقم اللي بنحطه هنا او هنا. نفكركم احنا باللوقتي بنصور من فرع اركدية وهنصور الفيديو اللي جاي ان شاء الله من فرع انبابة. طبعا دول الفرعين الوحيدين اللي عندنا حليان. والرقمين اللي احنا بنحطوه همه دول الارقام بتاعت التواصل ما فيش ارقام دينا تاني خالص. هنوريكم بضاعة ونبدأ من اول مقاس ستة وتلاتين لحد مقاس خمسين. الفيديو ده مليان بضاعة ان شاء الله. يلا بينا يا رب الحاجات تعجبكم. سوشبه تعملونوا لايك وسبسكرايب. عشان خاطر في حاجات هتحصل لفترة جادي كنابل ان شاء الله. يلا بينا. هنبدأ كده جماعة باول قطعة دي نيو بالانس جورتكس النعل بتاعها ده جماعة يعني الفرشة قصدي بتاعها من هنا ما بيوقعش الميا يعني لو دخلت في ميا مش هتوقع خالص فردة نعلها فيبرام في ريش فوم مواصفات عالية جدا جدا يعني في ريش فوم جورتكس والنعل بتاعها فيبرام يعني فيها مواصفات عالية جدا جدا جدا. تلاتة وعشرين سانتي الشوز ده. الشوز ده مقاس اربعين. انا فلد من الحاجات الخفيفة جدا. والشيك جدا وسعرها رخيص جدا 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 من نسبة للبرندات. عندنا سليكت هوم سليبر عالمي عالمي عالمي. مقاس واحد واربعين. طبعا في مقاسات كلها. يعني كل الفيديو في مقاسات تتفرج للاخر هتشوف حاجات كنابل. سليبر عالمي جدا. تفاصيل عالمية سليكت هوم من البرندات التقيلة جدا يا جماعة. ما شاء الله. حاجات بقى بتا تصيف الرأي قوي قوي. عندك سليمون مقاس تمانية وتلاتين طول القدم اربعة وعشرين سانتي. سليمون الجبارة العالمية العالمية قوي. ده الروباط بتاعها. الروباط بتاعها بيكون ايه? يعني هو الروباط كده مجرد شكل. وهنا عامل زي السير زي الحبال زي ما انت شايف كده. فردة جمدة جدا جدا. نعلق قوي طبعا. استحمل صدمات. وقوة بدانية عالية قوي. دي قطعة كده فنية مقاس اربعين. بصوا الجمال. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بضع دي يا جماعة اسعار بسيطة خالص. احنا عاملين عليها خصومات. واسعارها يعني في المتناول لو هتشتريها من البرند. يعني مش اقول لك ربع ربع التمن. لا ده ولا عشرة في المية من سعرها في التوكيل. مقاس سبعة وتلاتين ونص اربعة وعشرين سنتر. سبعة وتلاتين ونص اربعة وعشرين سنتر. دي اعتبر يوزد بس حالة يعني حالتها حالتها كويسة جدا زي ما انت شايف كده. وهدي النعل من تحت زي جديد بالزبط تقدر تقول عليه. وبالنسبة للحطة اللي هنا دي بس ما فيش اي مشكلة فيها ان احنا بنعملها بالمناديل المبللة. في ناس كتب بتسأل الكوتشاب بتتغسل ازاي? اي حاجة من عندنا? حطها في الغسالة على طول. اوتوماتيك في الغسالة تنضف وتبقى معك. يعني زي ما الكتاب بيقول. دي قطعة مقاس اربعين. قطعة جلد. قطعة سينية. عالمية. عالمية قوي. ان شاء الله. مقاس اربعين. انا اقاسف يعني في النعلي بواريكو النعف. فردة جمدة جدا 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 جدا. سيكوني او سايكوني. عشان بينطقوها كده كده في امريكا بنفس المسميين. دي مقاس تسعة وتلاتين. مقاس تسعة وتلاتين. مش مختوب الصانتي بتاعها. بس اعتبر الصانتي بتاعها تلاتة وعشرين صانتي. سيكوني. تمانية وتلاتين. تسعة وتلاتين يا ربي تسعة وتلاتين. الصنطي بتاعها اربعة وعشرين صنطي انا اسف. اربعة وعشرين صنطي. من احلى الحاجات بتاعة الجارج اللي ممكن تلبسها. الفيديو ده يا جماعة مليان تحف بمعنى الكلمة. الهكة وعشاء الهكة. تمانية وتلاتين اربعة وعشرين صنطي. بص الجمال والحلاوة. بص الجمال والحلاوة. الهكة ده يا جماعة انت بتتكلم يعني اقل اقل واجب اقل واجب. اه متين يورو. مية وخمسين مية وتمانين مية وسبعين لما بيكون عليها خصم برة لما بيكون عليها خصم بتلاقيها مثلا بمية يورو اللي هو اخر خصم ممكن تشتري بي خالص الهوكري بص النعل جاي قطعتين دي قطعة ودي قطعة تانية دي قطعة ودي قطعة يعني حاجة عالمية طبعا في كوبي دلوقتي من الحاجات دي وهيتعمل منها هم بتوع الكوبي بيشوفوا الحاجة لنجحة ويبدأوا يقلدوها عشان عليها طلب فاحترس مين الكوبي احترس دي مقاس تسعة وتلاتين سكوني عالمية جديدة ان شاء الله زي ما انت شايف كده دي جبلي طبعا معاك بقى تطلع بقى تمشي في صحرا طلع سانتي كاترين اي مكان من الاماكن الحلوة دي هتسد معاك جامد جدا جدا فاردة جميلة فاردة دي اسمها ريكر فاردة دي اسمها ريكر من الفرد الريئة والجامدة جدا الفارش بتاعها طرم جدا فارش عامل زي بتاع بالزبط بص فيه من هنا سوستة بص انا واري لك برضو هوضح لك في المونتاج وقرب لك عشان تشوف ده بياخد الطبيعة بتاعة رجلك او بيحفظ ذكرة رجلك وبيفضل محافظ على التوازن والحلاوة والطعامة بتاعة الشيوز مقاس سبعة وتلاتين من الفرد اللي مش هتشوفها تاني براند طبي محترم جدا 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 دي حتة كده ايه حتة في الشياكة يعني بص مقاس واحد واربعين عالمية طبعا ميدن البرتغال دي مستعملة يعتبر مش جديدة بس الحالة بتاعتها شبه الجديدة بالزبط جلد طبيعي كلها جلد طبيعي الكطعة دي يا جماعة بلدها تعمل كتير جدا كفايا هي مصنوعة في البرتغال نخش بقى على الجزء التاني من الفيديو الحاجات اللي هي الراند الرجالي دي اول كطعة مقاس اتنين واربعين سبعة وعشرين سانتي الفانس ده سبعة وعشرين سانتي عندنا منه اكتر من كطعة الفردة دي نعليها مريح جدا وطاري جدا 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 طبعا مكتوب عليها برضو يعني النعلي بتاعها مريح يعني لو انت دايس بيها نعلي في الات ده مش بيبقى احسن حاجة بس ده الفرش بتاعها معمول من حاجات حلوة جدا مريحة جدا جدا فيه منها كزا كطعة لو حتى حد طلبها فيه منها تاني ان شاء الله هنقدر نوفرها لك عندنا منها قريبا سبع قطع كلهم نفس المقاس انا اقدر او نفسي عندي كل المقاسات بس الموضوع بتاع هي قطعة مقاس واحد بس او زي ما انت شايف كده قطعة جاية مقاس واحد ما فيش منها مقاسات تاني امي زوعيب انت تبقى لابس حاجة ما حاش تاني لابسها دي مقاس سبعة وعشرين سانتي اتنين واربعين حتة للجيم محترمة جدا 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 طبعا دي لسه جاية كانت عندنا قبل كده وخلصت بفضل الله ودي لسه جاية ما شاء الله فرد حلوة طبعا انت عندك الفيديو ده هتشوف كل حاجة هتشوف كل المقاسات فما تستعجلش دي عندك مقاس او خلينا مثلا في دي عشان بتطلعين واحدة واحدة مقاس واحد واربعين ستة وعشرين سنتر بص يا عمنا بص الجمال والحلاوة بص القديدة صر رائعة جدا طبعا دي ينفع زي ما انت شايف يعني تمشي على الجنسين اذا كان ولد او بنت طبعا دي جديد مش مستعمل ولا ولا اي حاجة ولها جلد طبيعي جلد في جلد وفيها قطعة شاموية من هنا ده جلد معلج مش جلد طبيعي يعني مش طبيعي عشان بس انا قلت ان هو جلده طبيعي لها مش مش طبيعي دي مقاس اتنين واربعين اه ستة وعشرين سنتر ونص ستة وعشرين سنتر ونص محترمة قوي 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 بص الالوانات ان شاء الله بص رائعة من كده بتعمل ريفليكت عالمي معرفش واضح في الكاميرا ولا لأ بس هي فردة محترمة جدا دي ده ستنين واربعين حتة كده يعني حتة كده باسكت بول طبعا الموسم بتاع الباسكت هيبدأ وهتشوفوا حلويات في الباسكت مخبينة لسه نص دي جلد طبيعي كل ده جلد طبيعي كده عشاء الله من الفرد الجام ده جدا طبعا جديدة دي مش يوزد ولا ريتير لما بيكون في حاجة جديدة بقول عليها ولما بيكون في حاجة يوزد بقول عليها مقاس اربعين ونص خمسة وعشرين سنتي ونص واكتر من نص بشوية مكتوب وخمسة وسبعين يعني بوينت خمسة وسبعين ابص ده المقاس بتاعها بوينت خمسة وسبعين فردة دي يا جماعة ما بتزرش ما شاء الله قوية جدا جدا من احسن الفردة ده انا شفتها من ساعة لما اشتغلت يعني فردة عالمية بصراحة عالمية عالمية لما هتدي لك ان شاء الله هتشوف خمات يعني اعتقد ان انت ما شفتاش قبل كده فيها مواصفات جل وفيها حماية هنا لطبقة الرجل ومن هنا في حماية وده الروباط بتاعها برا عن زي السلك برضو كده مش رباط عادي مواصفات مواصفات عالية نخش على ايه نخش على القديدس طبعا الفيديو ده لو طول هيبقى جزئين لو ما طولش هعملوا جزء واحد وعادي وانتوا هتتفرجوا ان شاء الله وهتستمتعوا بإذن الله جمق اس اربعة واربعين تمانية وعشرين سنتي قديدس اربعة واربعين تمانية وعشرين سنتي بص الجمال طبعا باسكتبول ما شاء الله موديل الباسكتبول اهو مكتوب عليه كمان باسكتبول اه مش مش لازم يكون مكتوب عليه قد ما هو يكون بتاع باسكت النعل هو بيرسم ازا كان باسكتبول او اه رانينج او 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 اي حاجة او الحاجات اللي هي بتتلبس في اليوم العادي الاشكال العادية الوحش بتاعنا المقاس بتاع ستة واربعين فيها حاجات لسه مجادش اربعة واربعين لسه اتقل ستة واربعين تسعة اه ستة واربعين تلاتين سنتي طبعا عارف دي بيتسقل عليها كتير فهي قطع واحدة بس ما فيش منها تاني الالترابوست دي ستة واربعين اللي هيبعت عن الرقم بتاع التليفون اللي هنا ده هيساعدوا اكتر مني في ناس حبيبي جدا معهم رقم من من زمان لما بيبعتوا لي برد عليهم بعد فترة بيكون الشوز تباع فبيزعلوا فالرقم ده هيساعدك احسن مني بكتير ده مقاس اربعة واربعين اربعة واربعين عالمي جدا ما شاء الله زي ما انت شايف كده هتروح تجيبه من باركم كبيرة جدا عندنا هنا الاسعار في المتناول اوي 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 قديدس مقاس اتنينه واربعين بقولك احنا اطلعين ناس دين في المقاسات لحد مقاس خمسين يعني هتلاقي مقاسات لحد مقاس خمسين. قديدس كلاود فوم مشاعل الله فردة هيعني من الفرد الحلوة جدا بص قديدس مكتوبة فين. في ناس ممكن تشوف الجزمة كده يقولك ايه ده ياكوبي ولا بقالهاش اسم ولا فيها نعل ولا فيها حاجة فين العلامة فين البر كود فين الاختام البداية الناس الليقول لك بص الختمي بص الختمي بص التلان ده كله مش متياص. انت خد الباركوب بتاعها ويعمل يسيرش عليها هتلاقي الشوز هو هو. طبعا لو انت متعرفناش خد الشوز واطلع بيها التوكيل. اتأكد من صحته. ان شاء الله. فرد عالميا. فردة دي برضو من الفرد البسيطة والرائي قوي. تلاتة واربعين. سبعة وعشرين سنتي. سبعة وعشرين سنتي. تلاتة واربعين. حتة كده على الرايق قوي. الناس اللي بتحب الفلاتات الرايقة. اللي مفهاش كلام كتير. فردة زي دي برضو. في القديدس برضو هتلاقيها برضو. دلوقتي بيتكلموا في تلاتة تلاتة ونص. لان هي فئة مش من الفئات اللي هي الفوق قوي. بس بفضل اللي عندنا اسعار مختلفة تماما. بص الفانس ده. الفانس ده على ما يا جماعة. الفانس ده مقاس ستة واربعين تلاتين سنتي. فانس بلاك. طبعا انت لو غيرتد الرباط وخليته ابيض اواخدر زي لون الحتة اللي هنا دي. هينطق معاك تماما. بس هو ده الرباط الاصلي اللي جاي معها. حتة فانس. طبعا ما شاء الله. الناس اللي بتلبس فانس وغاوية. حاجة جامدة او الفانس. صرمة جدا. دي ميزونة. ميزونة. اه مقاس خمسة واربعين. تسعة وعشرين سنتي ونص. الميزونة دي يا جماعة. يعني ما شاء الله ما شاء الله. قوية جدا في الرانينج. جدا. جدا جدا. بص القطع عاملة زي الزجزاجة ازاي من هنا. والنعل بتاعها قوي جدا. ما شاء الله. فيها التفاصيل من هنا. بص. بص الجلد والشكل الطبيعي الجميل اوي ده. طبعا احنا في حاجات ما بتوضحش في الفيديو اوي فبحاول اللي انا اقولها. عشان برضو يكونوا معانا في الصورة. دي مقاس تمانية واربعين كلاسيك. تمانية واربعين اللي بيدور على مقاسات خاصة. اساعدتك عندي انا فانديم. طبعا انا عارف الناس اللي بتلبس الحاجات دي شغالين في وزارة الداخلية احلى مساء على الناس المحترمة. دي مقاس ستة واربعين نفس الكلام برضو كاجول تتلبس برضو على بدلة تتلبس برضو على لبس رسمي برضو. طبعا النعلة ده بيكون من العاج حاجات مواد مصنعة جمدة جدا جدا وهي مشباحة كده يعني هو ده التفاصيل اللي فيها. دي قطع قديدس مقاس خمسة واربعين ونص تسعة وعشرين سنتي. خفيفة مريحة بسيطة جدا جدا. زي ما انت شايف كده. الحاجات دي بتبقى في الصيف مطلوبة جدا. بوش على الجميل بتاعنا. مقاس تلاتاشر مقاس سبعة واربعين. في ناس كتير قوي على التيك توك بتسألنا. طبعا انتم لو مش متابعونا فهتابعونا على كل المنصات السوشال ميديا. احنا بنحط هنا اللينكات. وفي الديسكريبشن من تحت لو دست كده هتلاقي تيك توك والانستجرام والفيسبوك. بننزل صور كل يوم تقريبا على الفيسبوك وعلى الانستجرام. فلو انت مش من غاوي ان انت تتفرج على الفيديوات طويلة كده ممكن تخش وتتفرج على صور. والناس اللي بتحب التفاصيل فاحنا هنا بنوريكم التفاصيل. طبعا ميمري فوم ارك لود تبريد بيدخل لك هوا مواصفات عالية جدا. السيكوني او سايتوني مقاس خمسة واربعين اللي هو بتاع يوروب اللي احنا بنعتمد عليه على طول. ما شاء الله طبعا النعل ده اللي هو بيكون عامل زي زي كده بالزبط. بص الفاردة. بص التناصق بتاع الالوان. السيمترية رهيبة. النعل او الارضية بتاعته جمدة جدا جدا. اللسان بيكون مبطن. شغل عالمي. شغل عالمي يا باشا. ستة واربعين من الحاجات برضو اللي مش هتلاقيها في اي مكان. ممكن تلاقيها برضو. ممكن تلاقيها مسلا في امازون او حاجة زي كده بتلت تلاف جنيه بتلاتة ونص اربعة كده. ما شاء الله ما شاء الله احنا عندنا هنا الاسعار في مختلفة خالص. وانا مش هقول اسعار يا جماعة على الفيديو. لان ده بيعمل لنا مش هنكلفة. ياريت ان نستتعاوم معنا. اللي هيسأل على اي حاجة هقوله على التريفون. ما تقلقش. سنا ما ادارش هقول دلوقتي لان القناة بقت بيتشاف. ومش عايزين يعني ايه ما تدخل مع اي حد في اي حاجة. هسعدونا انتو فاهمين انا عايز اقول ايه? هسعدونا ان نستمر في الشغل في مصر. مش عايزين اه الدنيا يعني تبقى فيها مشاكلها. دي قطعة سالمون مقاس خمسة واربعين وربعة. تسعة وعشرين سنتي. بص يا باشا الحلاوة. بص الفردة. مش عايزة كلام دي. دي مش عايزة كلام. طبعا جورتكس. يعني ايه جورتكس عام اسلام? يعني لو ضلقت عليها مية كده. المية تنزل لو دخلت لو دخلت رجليك جوة المية من هنا رجليك اصلا مستحيل يجي لها مية خالص ليه? لان همها بيبقوا عاملين خامة عاملة زي النانو كده من جوة طبقة من جوة يريد تكون واضحة في الفيديو اللي هي الطبقة دي بتعمل زي جدار حماية اك انك بتعمل عازل للشوز من جوة كله. حاجة يعني اعلى مواصفات ممكن تشوفها في شوز هو السالمون. ملوش حل. لو هنخش بقى على الموديلات بتاعة الرايئة والعالية جدا. هتشوفوا معانا توحف ان شاء الله. اذن الله. دي مقاس سبعة واربين ونص واحد وثلاثين سنتر. بص الحلاوة. بص الشياكة. الشغل اللي انا كنت دايما لما بكون اه عندي كزا فرع او عامل فيها عندي كزا فرع. شغلي بيروح هنا وبيروح هنا. لأ لما يكون مركز مع نفسي احسن حبيبي. هتشوفوا ممنوعات وحاجات خطيرة جدا. مكلمة ما بنعد انا بقولها من زمان من قبل من قبل الافريكي ده فبطلت اقولها بسببه. عشان ما نبقاش اشباح. واحد مش اشباح طبعا. الحمد لله. تمانية واربعين قديدس. واحد وتلاتين سنتي. طبعا النعل بتاع بوست الجلد الطبيعي في كل مكان. حتى الشبك اللي هنا ده شبك محترم. جدا جدا. الفردة دي انا مش ظاهرها كزا مرة. انا عندي منها تاني. بص النعل بتاعها من زي. بص الخامات والجلد الطبيعي اللي هنا. جلد مقلوب طبيعي. مشاء الله مشاء الله مشاء علي فاردة يعني من الحاجات الكوية يعني جدا مشاء الله مشاء الله طبعا الفاردة دي زال ما انت شايف كده عالمية يا جماعة طبعا ده جديد مش ريترون ولا صوبر لما بيجي حاجة صوبر بقولكم عليها لو هنتكلم بقى. ال مقاس الخمسين والخمسين ونص والتسعة واربين وتسع واربين وتسع واربين ونص ثلاثة اربعة قطعة اللي وراجوا لكم دول اللي هم اكده خمسين ونص اربعة اه تلاتة واربعين تلاتة تلاتة واربعين سنتي. تلاتة واربعين سنتي. بص القطعة دي. فردة كوتش مشلان يا باشي. بص بص فردة دي كوتش. فردة فردة. انا مش قصدي كوتش بمعنى كلمة كوتش. لا ده عمل زي كوتشات العربية بص. استحمل معاك المقاس بتاع حضرتك. عشان الناس اللي بتلبس المقاسات دي. لسه عمو مصطفى حامد حبيبي. واخد واحدة مقاس تسعة واربعين. يعني خمات افضل من اي حاجة في الدنيا. احنا بنبقلك يا جماعة خمات عالية جدا وحاجات موصفات رهيبة يعني الناس اللي بتعاني من اي حاجة والناس اللي بتلعب بسكت بول خمسين ونص نفس المقاس. طبعا المقاسات دي مش هتلاقيها عند حد خالص. دي الكيري. طبعا ده لعيب. لعيب بسكت. كيري هافن معروف. ما شاء الله. خمسين. مقاس خمسين. تسعة واربعين قطع بولو في لتايا حراي. اللي يعرف حد يا جماعة مقاسه خمسة بيعرف حد مقاسه تسعة واربعين تمانية واربعين بيدور على حاجة محترمة وسعرها محترم. يقول له الناس دي عندها شغل كويس. يكسف فينا سوايا بيكسف في سوايا. تسعة واربعين وتلت اتني اه اتني اه اتنين وتلاتين سنتي. برضو باسكت بول زي ما انت شايف كده. طبعا اللابيات زي ما احنا قلنا كزا مرة لو وقع بس ممكن يتبهدل مننا. وهي دي حلوة اللابي جوحشته في نفس الوقت. طبعا دي يعني وش رجل عريض. الناس اللي بتلبس وش رجل عريض. هتلاقي طلبك هنا عندنا. ان شاء الله سهولة جدا جدا جدا. انا عارف ان الفيديو طويل. ممكن يكون جزئين وممكن يكون جزء واحد. وتمنى الشغل بتاعنا بيعجبكم. كل يوم ان شاء الله من دلوقتي بازن الله بازن الله بازن الله. كل يوم هتشوفوا بضعة جديدة. ان شاء الله كل يوم هنحاول نصور في الاسبوع يعني اربع خمس فيديوهات او ست فيديوهات يعني كل كل الاسبوع عندنا فيديوهات ان شاء الله. ان عندنا كمية بضاعة محترمة جدا جدا. ان شاء الله في فيديوهات جاية ومفاجئات وكنابل تابعونا. ان شاء الله يا رب حاجات الكلام بتعجبكم. السلام عليكم. اشتركوا في القناة